الرئيس تبون يشدد على أهمية وضع حلول عملية للحد من غلاء اللحم الحمراء ويؤكد أنه من غير المقبولة الاستمرار في استيراد أضاحي العيد في ظل الإمكانيات المحلية المتوفرة فبدل استيراد أضاحي العيد علينا إيجاد حل لمشكل غلاء الأسعار الحمراء واستقرار السوق المواجه السيد الرئيس الجمهورية غير راضي على الأعداد تعفره الحيوانية وعطى تعليمات سارمة بضرورة الوصول إلى إنتاج اللحوم الحمراء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي خصفا أن الجزائر تشهد في كل عيد الأضحى أعداد كبيرة من الأضحيات تعزيز تعاون بين مختلف الأطراف المعنية لوضع حلول فاعلة لمسألة ارتفاع الأسعار تنطلق من تحسين شروط تربية المواشي وصولا إلى توفير الأعلاف اللازمة نقطة أخرى ركز عليها الرئيس تبون الذي دعا كذلك لتشديد الرقابة وحراسة الحدود من أجل حماية الأمن الغذائي للبلاد وتكلم سيد رئيس الجمهورية على ضرورة الوصول المربين وكبار والموالين إلى تدعيم الإنتاج المواشي من الأبقار والأغنام والماعز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي خصوصا في ضوء التمويلات والمساعدات والتحفيزات التي تقدمها الدولة الجزائرية للموالين والفلاحين بضرورة الوصول إلى أعداد كافية من رؤوس الأغنام ورؤوس الأبقار تصريحة الرئيس تبون تأتي في وقت حساس بالنسبة للأسواق الجزائرية التي تواجه تحديات متزايدة في تأمين المواد الغذائية الأساسية بعد وسط دعوات إلى التعاون والعمل المشترك بين الحكومة المربين والقطاع الخاص لتحقيق استقرار مستدام في سوق المواشي وضمان أسعار معقولة للمستهلكين في الجزائر